بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا ما ينفعش واحنا في الاحداث دي نمشي في نفس الخطوط اللي احنا كنا بنتكلم عنها لكن لازم نمشي بسبات بسبات لان في الحقيقة مشينا بسبات بيري بالناس كتير ومشينا بسبات هو دا الحقيقة انا كنت قاعد اتأمل كثيرا واحنا اتكلمنا المرة فات عن قصة الشيطان وازاي الشيطان ما كانش قدامه بعد ما اصبح مطرود من رحمة ربنا غير انه هو يفكر الفكرة الشريرة انه يطرد الناس من الارض يطرد ادم وابناءه من الارض ويلعب اللعبتين اللعبتين المشهورين لابليس اللعبتين المشهورين للشيطان الرعبة الاولى الارهاب والرعبة التانية التفريق فيقتل شوية من ولاد ادم ويفرق بينه شوية عشان في الاخر خالص ياخد الارض ويظن انه هو كده هيبقى المخلوق الوحيد المحبب عند الله ده اذا كان هو في الحقيقة يعني بيعبد الله او يعرف الله سبحانه وتعالى انا تأملت واحنا بنشوف الحال ده وتأملت ازاي مصر فهمة ازاي ادم واولاده لازم يكونوا من اهل الكرامة من اهل التكريم ايه اهل التكريم دول ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبح فاولاد ادم الازكياء الصالحين فهمين فهم مهم او 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 فهمين ايه ان الكرامة الربانية مرتبطة بالنعمة الارضية يعني ايه بالنعمة الارضية ان ربنا سبحانه وتعالى ما ننعليك بالكرامة وده مرتبط بالارض ولذلك وحملناهم في البر والبح فبقى مرتبط بالارض وعشان كده ده اللي خلينا نفهم الكلام العجيب الكلام المليح الكلام الفصيح الكلام الصريح اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان كلما يتكلم عن فتح بلد زي مثلا فتح اليمن كان يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم كذا ويذكر عددا من البلاد وبعد ما يقول كل ما يذكر بلد من البلاد لا تفتح يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون كويس جينا لمصر فقال وسيفتح الله عليكم مصر وذكر عشان ما حدش يقول لك مصر دي اي بلد لا مصر مصر وهي بلد يذكر فيها القراط سيفتح الله عليكم مصر منتظرين انه يقول حضرت النبي زي ما قال في كل البلاد يقول ايه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لكن قال سيفتح الله عليكم مصر فاتخذوا من اهلها جندا كثيفة جندا كثيفة يعني ماذا يغرم والمدينة خير لهم لا فاتخذوا من اهلها جندا كثيفة طب ليه رسول الله بعد ما سماهم الجند الغربي قال لانهم في رباط الى يوم القيامة لانهم في رباط الى يوم القيامة ولذلك عتبقى بقى اللعبة ان ابليس يحاول بقدر الامكان يعمل ايه يخلي الرباط ده مش موجود بس الرباط ده لا يمكن ابدا ما يكونش موجود مش ممكن ابليس وشركاء ابليس تعالوا نصطلح على مصطلح شركاء ابليس شركاء الشيطان شركاء الشيطان اللي اوصفهم ايه اشتركوا في القناة